أهلاً فيكم مرة تانية في متابعة محاضرتنا اليوم اللي هي حول شابتر 4 كان الاحتمالات القضية التانية عندنا اللي هي بتقولك التانية إذا كان بدنا نحسب الاحتمال معين يعني شو الفكرة هل أنت بجود أحسن أرجع للمرة أخرى اللي كنا قبل شوية حكيناه هنا قبل شوية شو قلنا إذا كان فينا معينة فيها عددهم وكان عبارة عن يعني نفسه فيه عند عبارة سيتبكون بتساوي هذا الحكي اللي حكيناه قبل شوية وناقشناه وضفناه وعلقنا عليه هلأ خليني أروح للقضية التانية اللي هون وهي مختلفة ولكن مهمة بقولك إنه إذا كان في عنا إفنت A مرة أخرى هذا الإفنت A بدي أحسبها ديش الـ probability اللي إدعوه سعيتها بيكون مجموع الـ probability للـ outcomes اللي جواته المشتركات فيه المثال أحسن إش دائما المثال أريح إشي شوف هون معطيناه هون اللي هي عبارة عن الأوميجا A B C D إذن اللي هو الفراغ العيني عبارة عن أربع أشياء A و B و C و D الـ probability للـ A 0.1 الـ probability للـ B 0.2 probability للـ C 0.3 والـ probability للـ D بتساوي الـ أربع عشرة إذن هو بحكي لعماله إنه في عنا فراغ عيني من أربع يعني A B C هلأ شوف شو بده أوجد أوجد هي آه شايفين أوجد الـ probability لـ E1 طب هي E1 شو مكتوبة هون شيء E1 ها هي مكتوبة إياته و E1 شو تساوي اللي هو الـ A والـ C كونه الـ probability للـ E1 مكونة أسرعي كونه الـ E1 مكونة من الـ A والـ C فإن الـ probability اللي إلها بساوي الـ probability للأول زائد probability اللي هو الـ C التاني الـ probability للـ A قدر تساوي عشرة الـ probability للـ C قدر تساوي 13 إذن عشرة زائد 13 شو بطلع الجواب 14 يعني الفكرة شهية لما يكون في عنا إحنا أحداث خنقول احتمالياتها غير متساوية وهي الأحداث بتخش في إفنت معين في حدث معين فهي الاحتمالية لـ إفنت A أو E أو إيش ما كان يكون اسمه مش مهم الإفنت يعني بتساوي مجموعة احتمالية العناصر اللي في داخل الحدث نفسه طيب سؤال تاني طيب لو كان من الـ probability اللي هو للفراغ العيني للسام تمام شو حيكون في هاي الحالة كل العناصر اللي موجودة في السام اللي هي A والB والC والD لو جمعنا عشر زاد عشرين ثلاث عشر زاد ثلاث عشر ثلاث عشر زاد أربع عشر بيطلع قديش واحد صحيح ودايما لازم يكون واحد صحيح دينوا بالكم ها ليه لأن احتمالية عناصر المجموعة الكلية السام بفراغ عيني تساوي واحد صحيح دائما فلازم نضل دائلين بقنا نضل منتبهين على هاي المراحلة من اشياء المهمة هاي هلا هو هون بقول لك الـ probability اذا كان ABC كيف نحسبها probability A زاد B زاد probability C يعني طلع قديش ستة عشر بس هو جعباله هون يعني عزينا شوية معلومات زيادة بقول لك قد ترغب في انك تفكر في المسألة بطريقة شوية مختلفة شهيل بطريقة مختلفة انا فينا هون هاي الـ A والB والC صح شو ظل عندي دي معناته كإني بدي أقول لك لو طرحت مكملة بالضبط لو طرحت واحد ناقص الـ probability تلدي بطلع نفس الجواب وفعلا طلع نفس الجواب هي ايش هو ستة عشر فكيني بقول لك فكر من منطلق الـ compliment بدأ ما تفكر من منطلق اللي هو العناصر نفسها اللي عندك في هذه الحالة اذا الأمور تمام نمشي لخطولي بعدها في حدا عنده استفسار على هذا المثال سؤال يعني لازم ناخذ ثلاثة نقاط يعني عفو انت مرة ما تفهمتش السؤال يعني هسا انت نقطة اي اثنين تمام قلنا بي اي زائد اللي هي بي اي وبي وصي تمام اللي هن الثلاث نقاط اه مجموح مجموح مساوي اثنين تمام مساوي الـ probability لأي اثنين اه تمام مجموح مساوي اثنين هسا النقطة هاي اللي هي عند ار بعديها تمام مفهومة اه اصدق انا اللي فهمت انه عبارة عن الـ الـ شو سمي هاي الـ probability احتمالية اه 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 سي بي انه نحن ثلاثة منهم هي كفمها بصراحة خلن نحكي يعني شايد كل امور اوضح هي الفكرة انه بدل ما نشتغل يعني بصراحة شوف في المثال هذا انه انت طلع هون اذا بتلاحظ هون الـ a b c d اكم واحد هما اربعة اربعة هلا هو بقولك اي ما اخذ معظمهم اللي هم قديش ما اخذ ثلاثة هدول صح ما اخذ ثلاثة هدول اللي هون فبقولك اذا بدك تحسب اذا تحسب تحسب البروبوليتي الاول زاد الثاني زاد الثالث بطلع الجواب الهو 16 هلا كونه في حالات زي هاي يعني بتقدر تحل السؤال بطريقة اسرع يعني بحسابات اقل شو اصدق اذا اطلعت عدي انا اذا اطلعت عدي هاي واحد منهم ناقص واحد ايو بالضب ما هي الا غير مكملة والمكملة الاحتمال هو واحد صحيح الكبير اذا ما تواحد ناقص احتمالية هاي بعطيك الجواب نفس البدك اذا الامور اوضح بيكون منيح هلا نروح لال في اكمل هيك من زي قاعدة للبربوليتي نحن تعرف علي مأسر نفس الشيء انا وياكم بول لك هون فور اي 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 يعني اي حدث اخذ عبالك ل سامبل سبيس معين فان احتمالية الا ستكون محصورة من عند الصفر لعند الواحد يعني اذا تحب مثلا مكتوبة مرات طريقة تانية تنتمي للفترة المغلقة من صفر لعند الواحد هلأ ليش مغلقة انا بقولكم لانه ممكن تكون صفر اللي هي مجموعة فايل ممكن تكون واحد اللي هي عبارة عن نفسها او بينهما بين الصفر وواحد ثلاث اعشار خمس اعشار خمس وعشرين في المية وما الى ذلك اذا اول خاصية انه اي افد ما بكونش سالب بيكون اثنين بيكون بيكون بين صفر وواحد دائما الاحتمالية بين صفر وواحد فقط لا غير في هاي الحالة الخصير الرابعة طبعا اجي مرة اخرى للسامبل الآن البروبيلية الليل شو تساوي واحد صحيح والبروبيلية الليل شو تساوي صفر اذا معناته احتمالية الحدث فاي بساوي صفر دائما الصفر اذا خالد كان معي الآن اذا الصفر هون مش انه الفاي هي نفس صفر احتماليتها صفر لانه الفاي مش صفر هي عبارة عن المجموعة الخالية بس احتماليتها صفر يعني انت حجر النرد بده يطلع يا واحد يا ثنين يا ثلاث يا أربعة يا خمس يا ستة ما بيصير شيء مستحيل لازم يكون واحد من قراءات في ستة فبالتالي احتمالية ما يصير شيء الوفاي صفر لازم يطلع جواب عندك يا واحد يا ثنين الاحتمالية التي هي المجموعة التي تساوي واحد صحيح لا يوجد اكبر من واحد هو محصور وقيم بين ايش في هذه الفترة من صفر لعند واحد كما رأينا نكمل ما بعضينا خمسة لأي حدث ا المجموعة لالا تساوي واحد ناقص لالا هذا الحكي له نفس هذا الحكي اللي شايفينه يعني اذا كان كان احتمالية مكملة الام بتساوي واحد ناقص لالا مكملة اي شغلة احتمالية بتساوي واحد ناقص احتمالية الحدث الاصلي اللي عنا والعكس صحيح طبيعي هلا لالا اتحاد ب بتساوي ب زاد ب ناقص ب ب هون بيج نحكي هلا جواد بعد ساعة ونص نحكي اللي حكينا احنا شو هو لو كان في عندي مجموعة اسمها ب ومعكم مجموعة اسمها ا واذا اجيت اخدت انا اللي هو عبارة عن اتحاد بطلع كل شي صح فرح تلاحظ انت انه هاي المنطقة هاي المنطقة اللي هون كان هكذا مرة بتظهر هاللي عندي في المسألة مرتين انت بتكيشي هات تظهر مرتين تظهر مرة واحدة فانت تلقائيا شو بتعمل بتقوله اطرح واحدة من التنتين اللي عندك لانا بناش تكرر الحكي ما بدي يتكرر الحكي اللي بين ايدنا فبالتالي انت بتقوله probability of A زاد probability of B ناقص probability of A intersection B زي ما هنشايفين اعتقد الحكي هذا يعني مقنع وصحيح تمام هلا نحفظ اديرو بالكم ها هاي اشياء بلشنا نحكي كله بده حفظ هلا هلا يعني سميناها بلي شوية اللي هي disjoint يعني منفصلات فان احتمالية ايه اتحاد B بتساوي probability of A زاد probability of B صحيح سبعة جاعة بالا واقف عليها شوية صغير عشان افهم شو فكرة سبعة يعني منفصلات منفصلات اذا كانت هاي اسمها B وهاي اسمها A يعني مش طباط ببعضيهم مش متقاطعات في شي شي مشترك بيننا لو انه في مشترك بطلع غلط اوكي مهو بلظم هو disjoint او disjoint disjoint كان هي نفس طبيعا هلا اذا معناته في هاي الحالة بيصير probability of A زاد probability of B هي عبارة عن الجواب لأنه بسمع ليش لأن probability of A intersection B شو بتساوي probability للفاي ما فيش اشي وتساوي الصفر معارش اذا اوضحط ولا لا يعني يعني قصدي ما فيش اشي مشترك بين اتهم يعني ما فيش مشترك يعني probability شو تساوي الصفر ما فيش مشترك والفاي والفاي احتمالية شو بتساوي الصفر اذا معناته بالنسبة لأن probability of A اتحاد B بتساوي probability of A زاد probability of B وستوب اما اذا كان فيه تقاطع بين اتهم زي المثال اللي بالاخضر الفوقي هذا بيكون الاحتمال اتحاد A زاد B بساوي الاول احتمال اول زاد احتمال الثاني ناقص تقاطع لأن تقاطع نفسه يظهر مرتين فبالنص من واحدة منهم بلعج يتكرر مرتين بدنا يظهر بس حالة واحدة منهم فبنطرح واحدة بيضل واحدة عارفين شو أصدي واحدة ومش واحدة ومش متكرر ومش متكرر ولا مش واضحة يعني اشرحة ولا مفهومة الفكرة ليش بحكي منطرح واحدة مش واضحة خلي اوضح اجرب اوضح اوضح اذا انت عندك سنقول مثلك مثلا مجموعة بي وهو مجموعة اين هاي بي هاي اسمها اين هاي المنطقة اللي انا برسومها بالاحمر هي من وين موجودة هاي هاي من وين موجودة موجودة في بي موجودة في بي وهاي نفسها موجودة وين في اي صح فانت اذا اتحاد بي زاد راح اتواجه مشكلة وهي انه هاي المنطقة بالاحمر راح يكون موجود منها من اي شوي ومن بي شوي فبالتالي الاحتمالية اللي عنا مش مظبوطة صارت هيك لانه هاي الحمرة المنطقة الحمرة موجودة في الجهتين فانتك انك ضفت الجهتين لمجموعة ممنوعة تضيف فيها مشترك فالحل شو هو بقولك التالي الغي واحدة من الاحتمالات اللي هي probability of a تقاطع b واحدة منهم لانه كان في الاصل موجودة في b وموجودة في a فلما اضعت probability of a زي probability of b لانك هاي المنطقة الأحمر موجودة مرتين صارت فانت اخلص من منطقة بديش تكرر ما بدي تكرر منوعة تكرر اوكي هاي المشكلة موجودة مرتين متكرر في الافق في الخبي جواتهم probability of a زي probability of b متكرر في الاولى وفي الثانية فانترح واحدة منهم على اساس انه يظل عندي فقط واحدة من هاي الفترة الحمراء بس يظل حالة واحدة منهم مش يكونوا متضعفات او متكررات مرتين محاولة لتوضيحة اذا فهمت يكون ممتاز نروح لثمانية for any event a and b probability of a بتسبب probability of a intersection b زي probability of a intersection b complement واضحة نحفظ احفظ ولا نفهم ما شراءكم نفهمهم طيب حاضر طيب خليني اسأل يعني ما يعني لو رسمت رسمة هاي هاي مش كيف الرسم رسمي بطلع عفشيكي اي هيك اكتر انت اكتر واحدة مرتب بكل الدكاترة بحيسك بترسم بكلام بحيسك شو بتكتب بالله اه لا هو صح بالكلام صحيح لا صحيح ما هو فيه معي كلام بعد هاي باشتغل فيه هلا خليني اجرب اشوف هاي اي بس بحفظ الاسامي ديري بقى لك اوكي اي و بي عنا هون هاي المجموعة اي و بي هلا اذا اجا واحد قال لي اي تقاطع بي بهمش بس يكساعدوني بلا اي تقاطع بيش وتطلع بسرعة بالله المنطقة المشتركة بين اي و بي هاياتها هلا نيجي تاني مرة اذا رسمنا احنا مع بعضينا خنقول المجموعة اللي بعديها اي تقاطع بي كومبليمنت حدا عنده ذاكرة شو كان حاكينا عنه بالشي اي هاي البي كومبليمنت so you get along with peripheral الجيها اللي خارج بي والا لها مرسومة دائرة عندنا فلو حكيت انا اي تقاطع بي كومبليمنت المنطقة المشتركة بين الا والبي كومبليمنت مش لا حيكون المنطقة المشتركة بين او بي لا بالتالي رح يصير عندي رح يصير هاي المنطقة لانه البي كومبليمنت هو خارج ال-B فبالتالي فبالتالي رح يصير عنا A تقاطع هاي اسمها هاي اسمها A تقاطع B هاي اسمها A تقاطع نعم تقاطع B طيب ساعدوني إذا احنا حكينا ال-probability هيا تعالى اللي هي probability of A تقاطع B اللي هي أول واحدة زائد probability لل-A تقاطع B شو فعليا المنطقة اللي بتكون عندي في هاي الحالة تمام يعني لو انا اجيت هلا قلتلك ادمجلي هدول الرسمتين مع بعض الحمر بحكي عن الحمر بس بسرم كل شكل ايه هاي ما هي القصد هيك لانا احنا نزلنا الاشي المشترك وبعدها علمنا بس الاشي هي بالضبط هاي الفكرة اذا انت هي صفت عندك ايه الشي صفت ايه اذا فعليا فعليا هذا الحكي بعطيك probability of A يعني اذا انت دمجت probability of A intersection B زائل probability of A intersection B هو رح يكون الجواب probability of A اذا معناته انا بالنسبة اليه استطيع من الانفصاه ايضا اني اقدر احدد probability of A حتى لو كان في عندي A و B متقاطعات ومش عارب شو كيف بقول probability of A intersection B اللي هو المنطقة المشتركة الغيرة اللي بينعتهم زائل المنطقة المتبقية من A بدون ما تتقاطع مع B اللي هي probability of A intersection B بحاج دكتور عيب ان انا بس اكتبه او رايت حلاء حلاء في المقابل في المقابل الحالة التانية اللي هي رح تكون نفسها بس يعني اللهم ما بحكي عن ايش بحكي B اه انك لو نقلت لو نقلت اللي هو ال A intersection B فانها ستساوي probability of A minus probability of A intersection B شو يعني يعني اذا كنت ناوي تحسب انت احتمالية A بدون تقاطعها مع B فانها ستساوي probability of A ناقص probability of A complement اجرب الاخضر احاول اوضحها اكتر هون اي منطقة شو تكون المنطقة اللي عندي اذا بحكي عن اخضر هذا اللي هون لو ارسمنا هيكم ارسم وحكينا هون في عنا B هاي عبارة عن B وهاي خلينا نكبرها شوية تسميناها A عشان اعرف ارسم هلأ بتكون المنطقة اللي هي A intersection B complement هي عبارة عن ال A بدون التقاطع مع B تمام يعني هاي المنطقة اللي هي خارج اللي هي التحتانية اللي هي هون اذا بتلاحب ضغياته هون هاي نفس هاي اذا شو بصير سعيتها شو بصير سعيتها هذا الجزء اللي عنا اللي هو ال A intersection B complement بقدر احسبه بعرف probability of A اه بعرف بعرف probability of A intersection B اه بعرف بطرح من بعض بطلع عندي probability of A intersection B complement اللي هي عبارة عن A بدون التقاطع مع B تمام هيك ايه بعينكم الله بيتكم تحفظوه دقيقة من قانون يعني مهمين لانه بصراحة بتكرروا مرتين ثلاثة في أسئلة ثانية فبنيح الوعد نحفظهم من شان ما ما يعطيش فكر كثير في الامتحان كيف يحل أو كيف تعامل مع المسألة تمام لاشي هات نمشي خطوة للأمام كل عادة نحاول نمشي خطوة للأمام هلا هون خاصية تسعة شو قللك إذا A كانت محتوا في B يعني مين فيه عناصر أكتر A ولا B إذا كان A محتوا في B مجموعة جزئية من A B يعني نسموها مين أكبر يكون A ولا B مين فيه عناصر أكتر B أكيد B يكون أكبر 100% إذا معناته هلا احتمالية A ستكون أصغر أو تساوي احتمالية B تنسوش اللي على الجهة اللي هو اليسار هذا اللي هون هذا عبارة عن مجموعات اللي على اليمين عندنا هون هذا عبارة عن إيش عبارة عن أرقام فيه فرق بيناتهم يعني أصلي المجموعات مثلا قلنا ذكور إناث أو مثلا نوع الدم A B C فهمتوا أصلي غاض يعني أشياء مش أرقام هلأ البروبابيليتي أرقام من وين لوين بتكون محصولها من صفر لواحد بالتالي انت عندك رح يكون الجواب عبارة عن أرقام محصولة بين صفر وواحد وبالتالي يعني تفسيرها بيكون أقل أو يساوي تمام أصلي هون مرسومة عندنا هون أقل أو يساوي بس هون مكتوبة عندنا هون عبارة عن مجموعة يعني محتوا في أبدا مجموعة جزئية من ففي فرق بيناتهم يعني كل ما كان العدل عناصر أكبر كل ما كان احتماليتها أعلى للشغل اللي عندنا عادي منطب من المجموعة الرئيسية من المجموعة الرئيسية اللي موجودة بين دينا يعني الأمور بتزيد صعوبة بجوز بس يعني ببلش تنفهم أعتقد يعني علاقة بين المجموعة والأ والب المجموعة والكومليمنت يعني سننفهم شو العلاقة بينناتهم وبصراحة هون في هنا مجموعة أمثلة يعني أعتقد مفيدة لأن كلها بتلخص عما بتحاول تعيد تثبيت الفكرة السابقة هل نشو مثال اي ترمي إياكم في هنا حدثين ا و ب ما لهم compare the probability probability of a probability of a intersection b probability of a اتحاد b شو ي compare يعني قارن بيناتهم يعني انت فكرك أنه يعني وحاط الجواب هي جاهز بس بهم مش فكركم يعني probability of a probability of a intersection b probability of a اتحاد b مين أكتر واحد يكون في عناصر في جوات أكبر أكتر عظم عناصر مين يكون عنا اتحاد دائما اكتر ايش عناصر ما لكم اوكي خلينا ارسل مستطل اه مفروض طبعا هي فين هون هي b وهي a لما قولك اتحاد شو بطلع اتحاد معناته اكتر ايش عناصر اه اللي هي ارسل بالأصفر عبينا بالأصفر عبينا بالأصفر ايش عناصر ايش عناصر ايش عناصر اذا معناته اتحاد بي رح يكون طب لو قلتلك مثلا الا ايه انه واحد هتكون الايه ليه عبارا هاي لحالها مزبوط هيك مين اكبر اصفر الاخضر اصفر اوكي ماشي الاخضر اكبر هو لا اوكي ما هو صار الاصفر مغطى هلأ هو الاصفر الاصلي اوكي ماشي انا بلك مش دعم لحظة 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 مش هم نعملش خربطة لانه بلش امور تطلخ بط يا لو اخدت هاي وعملت هيك نعم هيك هيك نعم وجيت قلت لك مفيش فائد غير واحد يعمل الاشياء ب خربش للدنيا طيب حاكم علي هيك هيك كنترول سي تأخذوني اش فيش مشكلة مش الضغط معاي امعلي 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 احسن خليه مشان تاكل انت تكمل جواز اكل صحتنا وعافية اش جواز بوكل من الظهر والله يلا صحتنا وعافية لا والله السكرت صراحة اكل صحتنا وعافية مش 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 كلينا نحاول عيد مرة ثانية بس اخيرة هلأ حاول بداش تضغط معي لحاول ولا خلص يعني فكرة هنا بدنا نغلب كونترول سي مش ضبط معاي عكل احوال ها هيا هيا هذا اتحاد اتحاد بي بطلع هاي صح اتقاط بي بطلع هاي ايش كمان اخر كمان عنده اتحاد اتقاط اي لحال صح اي رح تكون هي هاي تمام يعني هاي كل واحدة فيهم هاي اسمها اي وهاي اسمها بي هاي اسمها اي وهاي اسمها بي وهاي اي وهاي بي هلأ فكركم مين اكبر مجموعة انا اتحاد بي مين اصغر مجموعة اي تقاطع بي مجموعة اي تيجي بيناتهم يعني لا هي اكبر ممكن تكون كذا كذا فلو طلعت انت هلأ السريع رح تلاحظ انه اي اكبر من مجموعة التقاطع مع بي واصغر من مجموعة اي اتحاد بي اللي عندنا فانت لو تحول ل probability يعني تاخد probability لكل واحد فيهم فبسي probability ل اتحاد بي اي اصغر اشي اصغر او 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 اتحاد بي اعتقد لا تكون مبدئيا سهلة كيف اصلا سهلة انك انت المسألة اللي قدامك اللي بين ايدينا هاي اللي بتطلع عليها انت يعني بتعرف بتحكي اتحاد العناصر بيكتروا لما يكون تقاطعهم الاشي المشترك قليل العنصر اي بيكون يعني معقول اذا راح يكون ال probability اللي لهم يعني ايه لها تأثير او ايه لها انكاس او ايه لها يعني تتأثر بعد العناصر في المجموعة اللي احنا بين زيهم بقولوا مثلا عندك الا من واحد لخمسة والبي من ثلاثة لسبعة فاتحادهم بيعمل اكتر احتمالات اوكي معاشي هادي احد الامثلة صحيح هادي نشوف مع بعض مثال هلا خلصنا مثال فؤاني يعني يعني في العادة الطلاب بيحبوش الامثلة المقارنة والكذا بيحبو دايما ارقام حط رقم احسب اطلق الجواب وهيك بحبو الطلاب هادي بروا ناخد مثال ارقام true or false هادي الجواب لهاي المسألة صح ولا غلط لسنا نقرأ السؤال شو هو there are two disjoint events disjoint حكينا مرة عنه شو لنا disjoint هذا يعني منفصلات منفصلات اه منفصلات عن بعض يوم such that probability of a بتساوي 0.8 هيك خربشناها اللي هي عبارة عن 0.8 هياتها والprobability للb بتساوي 0.3 if a and b are disjoint then using rule 7 مش مهم لو اخذنا اتحادهم احنا probability of a اتحاد b حسب ما تعلمنا قبل شوي اذكروني شو كانت الفكرة اتحاد مدام disjoint بيكون الprobability الاول زائد الprobability التاني مع هذا الاشياء المتكرر يعني بكتب الاولى وبشوف شو ناقص بالثاني لا 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 احنا بالنسبة لنا disjoint مدام disjoint معروف انه ما فيش اشي مشترك يعني التقاطع بينات التقاطع اذا بيصير الprobability الاول زائد الprobability التاني طلع 1.1 شك ليش هي فيه هون ملاحظة مهمة ما بصير شي يكون اكبر من واحد الرقم لازم يكون دايما عن احتمال الاحتمال في الاحداث في الـ لازم يكون بين صفر و واحد صفر ممكن واحد ممكن بيناتهم ممكن بس لا اكبر من صفر لا اكبر من واحد ولا اصغر من صفر اذا هذا السؤال مستحيل اذا جواب ما له خطأ اذا ليس ان هؤلاء الحدثين تسجوين هؤلاء الحدثين ليس تسجوين هذا اقول غلط الشكل ليس واضح للمثال ولا واضح 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 يعني يظهر متقاطعات اذا هنا متقاطعات احتمالات غلط السؤال ليس مزبوط مش من فصلات لا توافق مش من فصلات عشان نطرح كيف عدد عشان نطرح عشان نطرح عشان يكون اقل من واحد ممتاز ممتاز هذا التفسير يعني الاقرب التفسير الممكن او الاقرب للمسألة هاي صحيح ممتاز هل اذا خلينا نروح للمسألة للمسألة 10 نروح للمسألة 10 if probability of a equals 0.6 probability of b equals 0.7 and probability of a intersection b equals 0.4 بس لك بسرعة بسرعة احاول احاول انا بحب ارسم عساس يعني اتساعد حالي هاي ال b وهاي ال a بما انه التقاطع موجود اذا فيه مشترك بيناتهم صح ولا معناتهم يعني احتمالية اللي هي ال a 16 ال b 17 والتقاطع 0.4 ما هي قيمة probability a اتحاد b يلا حاولوا طلعت السؤال هذا نجمعهم النقص المشترك في التقاطع 100 لماذا لانه الاتحاد اصلا شو قاعدتهم الاول زاد احتمال التان نقص التقاطع very good طبعا جواب ال 19 معقول 19 لا هو صفر ولا هو اصلا صفر هو اكبر مواحد ماشي جواب 100 هلا الحال الثاني اذا كان بدنا probability of a intersection b compliment بس مشان التذكير يعني هذا ارسم على سريع هيقول هاي b وهاي a probability of a intersection b compliment بيكون كل اشي ما عدا يعني a قصدي ما عدا التقاطع مع b فيك معناته a بطلعت probability تعت a نائس التقاطع بين a و b وبالتالي سعيتها probability of a كلها منطلعت التقاطع اليوم بطلعت الجواب 0.2 very good excellent منيح عصد ملاحظة اهمية انك كون فاهم الاشي بطلعت سعيتها انك تحل السؤال بسرعة بدون ما تخش في تفاصيل اكتر من اللازم هلا الفرع اللي هو التالت هذا لو اجي ارسم انا هاي اشي هي عبارة عن probability اللي مبلل بس اللي هي ايش b b اركز معا b بدون التقاطع اه بالظلطة اه بدون تقاطع b يعني احنا بالنسبة لنا هون b تقاطع a complement رح يكون عبارة عن b بدون التقاطع بين a و b انا خدتها زي قاعد انه العقص يعني اذا قال لي بدون a بجيب b يلا منيح خلاص احفظتها يعني منيح يلا منيح اذا probability of b minus probability of a intersection b بطلع 0.3 it's okay fine هلأ هاي شوف كيف الله نحسب هاي على التقاطع probability of a complement تقاطع b complement complement مش معطين تطلع فوق مش معطيك complement وابصر شو هاي بك تحل ها لأ إلا إذا خاطر عبالك فكرة ايش d morgan مساء d morgan شو لك كان قبل شوية انه a complement تقاطع b complement هي نفسها a b لكل complement صح ولا ا وال a b لكل complement زي ما حكينا قبل شوية واحد انت قبل شوية حسبت اللي اتحاد بي صح الاحتمالية اللي لها إذا شو بطلع الجواب واحد نقص عشر طلع أن الجواب تساوي عشر يعني جماعت كل اللي تعلمنا في الدرس اليوم كل اغل مع بعضهم من شان نقدر أحل هذا السؤال يعني حكيت قصدي اللي هو a complement تقاطع b complement اتحاد b لكل complement اللي اللي إلها بتساوي واحد ناقص للا اتحاد b اياتهم صح طب انت حسبت اتحاد b قبل دقيقة إذا ما تستفيد منها بقول واحد ناقص اتحاد b اللي 19 قلعنا جوابها إذا بطلع الجواب عبارة عشر وهو منطقي مئة بالمئة نحيك نروح للا e اتحاد b complement اتحاد b complement حاول ارسوم انا بحب ارسوم انا مش هنفهم الشغلة ارسوم اذا تاخد دائرة a بتنقص منه ويعني وكل دكتور مرسوم اي تحت اذا بدك تستغني عن الرسم اه معك وليد انا من صحيح صح وليد بس انا اصلي اطول البالي احاول افهم انه اي اذا اه معروف اه هي عبارة عن هاي ابدأ لون بالاسود بهم اي عبارة عن هاي مؤتحاد لازم يجي كل اشي حيات هاي هلا بالنسبة لنا ال بي كومبليمنت كل اشي خارج بي ابدأ احدد كل اشي خارج بي طلع كيف لون تاني احسن مشان ما تتخربش الاشياء بعض يام خارج بي اللي هو هيك خارج بي كل اشي خارج بي انت بدك اتحاد ولا بدك تقاطع ولا شو بدك انت واقع للسؤال اتحاد الاتحاد معناته كل اشي شايف انت ما عدل ابيض ولا لا صحيح اذا صفت المسألة هل لدينا هذا اللي بدنا اي احتمالية اتحاد بي كومبليمنت رح تصفي كل القصة هاي اكتراح من عندي منقول اذا بدك اللي انا اش احكي احكي لو احكي البي اللي هون اطرح واحد يعني البي لحالة بدون تقاطع اطرح منها واحد اريح لي خلاص او لا انا اتبار هيك واحد ناقص لا اللي هو اللي حافظها قبل شوية يعقوب اللي هي اي تقاطع بي كومبليمنت صحيح اللي او لا السورة سورة تقاطع بي مش هكي 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 يعقوب ولا مش هكي هكي علي بلا بلا هكي اللي اخذ هن عكس بعض او عكس بعض وخلاص اذا بصير هكي الشغل يبتن حل بسهولة بتصير ساعتها فانا بعض شايف هيك بجوز سهل حل لين هات نشوف اللي شو بطلع واحد ناقص هلا قديش البروبيلتي اي كومبليمنت تقاطع بي هي حسن هون قديش الحكيم ل03 زائد روببيلتي ناقص روببيلتي ايت تقاطع بي كومبليمنت روببيلتي افي زائد administer vid روب المناقص روببيلتي لل اي تقاطع بي كومبليمنت اللي أنا كتبته مفهومة ولا كيف خالد اللي أنا كتبته ولا بنت توضيح أكتر السؤال هو معاقم هيك لخبط جير بعض مشلبك مشلبك أنا معك أنا معك معك مئة بالمئة أنا كيف اللي أوكي بحكي أنا طريقة أحسن ليش عاد أحكي زي ما أفكر شو دخلني فيه هلأ احنا بدنا إيش إيه اتحاد بي كومليبنت منيح؟ لما رسمتها هاي لما رسمتها لهاي الجوانية هي عبارة عن الآية بالأسود رسمناها والأزرق حكينا بي كومليبنت وشو مكملة البي هلأ انت بدك اتحادهم شو هاتحادهم يعني إيش المشترك بيناتهم فإيش المشترك صفه فاضي مأيوم منه بدون ليه هاي المنطقة بتركز على المنطقة اللي بتديش إياها عشان أريح لي يعني هاي المنطقة بتديش إياها منيح؟ يعني هاي المنطقة استثنيلي إياها من الشغل اللي بدك إياها طيب إحنا نفكي بطريقة أهل أشطر شيهي بقول واحد ناقص المنطقة الصفرة لليلي شغل بحالي واحد ناقص المنطقة الصفرة لأن كل إشي معدل منطقة الصفرة إذن واحد ناقص المنطقة الصفرة المنطقة الصفرة زي ما حكي يا عكوب أحفظها وخلاص ما حفظها معها اللي هي عبارة عن دكتور الرسمات الإساحة ممكن توضح تربط الأمور أكثر مع الشغل حتى نفسها نفس الفكر نفس الفكرة بأي دوري نفس الإشي نفسها في الآخر صحية يعني في الآخر مزبوطة بس أنا شايف أنه أسهل أفكر بالأنا كاتبه هون من اللي هو كاتبه هوا بنشتحه أبدا تحكم إياها لأشو اللي هي كاتبه مش مشكلة بس أنا شايف هي أسهل يعني أنت من نسبة لك الأصفر بالناشئة وكل شيء تاني إذن هي عبارة عن متممة الأصفر اللي هي الأصفر اللي هون اللي هي شو متممة واحد ناقص احتمالية اللي هي واحد ناقص إذا أنت حسرت ألي شوي تقاطع اللي هي بالأخضر هي هون اللي هي الprobability of a تقاطع b هاي عبارة عن ثلث عشر إذن واحد ناقص ثلث عشر بطلع جواب سبع عشر وهو نفس الجواب اللي هو بطلعه في الآخر سترحوا أحط كحك كثير probability of a زائد واحد ناقص probability of b ناقص probability of a ناقص probability of a intersection b يعني هذي شو كانوا عامل كأنوا ما أخذ كل جزء لحال ومفكر على أساسه يعني مشان نشتغل زمامتكم انتوا عن الرسمة هاي الرسمة قدامكم يعني كأنوا شو عامل هو نحكي عن هاي بحكي عمالي عن اللي هو الأزرق هذا شايفينه هذا اللي هون ولك هيك خود كأنوا probability لا تنساش هاي a وهاي b الآن probability of a اللي هي عبارة عن اللي هي هاي هاي probability of a نح بعدين شو قل لك خود واحد ناقص probability of b اللي هو المكملة كلياتها بدأ رسمها بالأزرق هاي بالأزرق واحد ناقص a اللي هي هاي كلياتها هاي واحد ناقص اللي هي probability of b طيب ماشي بعدين ناقص ها ناقص اللي probability لل a ناقص probability لل a intersection b اللي هي كأنوا يقول لك يعني بدناها شاية المنطقة اللي هون تظهر إجمالها اللي هي مرتين اللي هي المنطقة probability of a minus probability of a intersection b ترحم تاني مرة ليش ترحم تاني مرة طيب هو بدونش هاي 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 مرتين بين ملاحظين هاي المنطقة مشوش عليها هاي هاي هو حسبها بالأي وهو حسبها بعدين بالفراغ الكل اه فهو رد جطبهم تاني مرة يعني بصراحة طريقتهم مش كتير عاجب لأن طريقتها أسهل وأحلى وأريق خلاص انتو حرين طبيعا زي ما بدكم مشترلوا لكمية انا شخصيا اقترحت الحل التحتاني شايفه أسلس وأسهل لل لل توضيح المسألة هاي منصر انا احكي عن طريقة اللي انا بكترت أريح لي شايفها أسهل إيشي هلا احنا منيح نفهم أو نعرف أو نستدل بالرسومات على المنطقة المطلوبة منيح فلو أجد اتطلع هوا مثلا شو يعني probability of A intersection B compliment هاي السهلة هاي مندفئنا وياكم وياها إنه هاي المنطقة هاي هي probability of A اتحاد B compliment بتساوي المنطقة المضللة اللي قدامنا هاي في الشيطة لا بس المشكلة كيف عوض هو الأرقام هاي شو لنا في هالشغلة بحكي لكيها بس خلينا بالطريقة السهلة رياح لي ليش أغلب حالي فيها ما هو السهل يعني أحكيك لي كيف بس مش مش طريقة سهلة حاطت مليون مليون وصفة من شان يوصلها أنا هاي شو بنحكي عن معنا بنحكي اللي بدنا إياها اللي هي A اتحاد B compliment بتساوي حسن ما أنا شايفوا قدامي شايف هاي المنطقة خلنا نسميها بالأصفر مش هل نرجع تهين مرة الأصفر أحسن هاي المنطقة الصفران بدي كل شي ما عداها صح يعني شو يعني كل شي ما عداها باللغة الرياضية يعني واحد ناقص اللي probability للأصفر من حكي اللي هي له طب شو يعني كيف يعني بس يو واحد ناقص هذا المنطقة الصفران هاي اللي هون فعليا حسب ما حكينا قبل شوي وحكي يا عقوب وإنتو وكلكم هي عبارة عن إيش عبارة عن اللي هي ال A compliment تقاطع B اللي عندنا هلأ وتساوي واحد ناقص هلأ هاي هاي حسبناها قبل شوي كينا طلعت هنا مش عارف 17 ولا تصدش A compliment تقاطع 13 هاي طلعت قبل شوي حسبناها قبل شوي إذا بطلع الجواب كيف يساوي 17 هذا هو جواب النهائي لهاي الحالة اللي اللي عندنا بدكم من ناقش كيف هو اشتغل من ناقشها بس يعني شخصيا ما فيش داع نضل في نفس السؤال يعني نحكي مش هنخلص أما بهمش هات نشوف الحل الأولى اللي هي كيف حل الطريقة الأولى هو شو بقول لك البروبوليتي اتحاد يعني عبارة عن البروبوليتي بدأ أرزق بدأ خربش ع الرسم اللي بهمش بدأ خربش ع الرسم اللي اللي قبل لا بتشوفوش ايش بعد هين استنى شوي من صغر الشاشة شوي صغيرة هيصغر معها صغروا كلهم في نفس الشاشة يجينا هون هلأ بدي أحاول أضلل المناطق تضلئيب بهمش هلأ البروبوليتي of a اتحاد b 候 هو عبارة عن البروبوليتي of a لإحتمالية la-a اللي هي إيها نلونها بلون سيئا هاي بلون سيئا تمام هلأ زاد البروبوليتي of b 候 دعونا بلون ماجينتا البروبيلتيوف بي كومبليمنت اللي أنا برسمه هلأ بدي يجي فوق بعضيها اللي هي البي كومبليمنت كل شي خارج البي يعني خارج البي يعني هيك بدي يكون مع الاي كمان والأصفر ما بقول لك لا لسه لا مش أصفر لا راي سير زي هيك البروبيلتيوف بي كومبليمنت هي منطقة خارج البي كلياتها أعتقد هيك تقريبا يعني اوكي خارجت شوي بس مهمش شما من الاخر ربيش الجزئيات هيصارت هيك إذن بس في مشكلة عندي إذا حد قالي شي المشكلة بقول لي عمي شايف هاد الأزرق اللي هون هاد الأزرق اللي هون مرتين هدا التعلم علي نا 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 من المربع نا نا بالنسبة لنا منشان نطرح اللي هو الجزء اللي متكرر هذا اللي هو مرة أخرى فبتلاحظ انت هو مكتوب عندنا طرحنا اللي هو اللي هو شو هذا أصلا A تقاطع البي كومبليمنت A تقاطع البي كومبليمنت إذن طرحنا البروبوليتي للA تقاطع البي كومبليمنت في هاي الحال فصف عندي هذا السؤال أو هاي المسألة هيك بتصير طريقة حسابها بهاي الطريقة أنا شخصيا ما زلت بقول لكم يعني طيب اللي شرحت أسهل من هاي الفكرة بالاعتماد على الكمبليمنت اللي عندنا بتحبوا أيضا نحاول نشرح اللي هي الحالة الثالثة يعني اللي هو الاختراحة الثانية هاي أو هاي الثالثة كاشتراح بتاعتي نشوف نطلق مباضينا أمسح اللي لونته بهمش بدي أمسح اللي لونته أنا هلا بس بنفع شغلة واحدة ده ده فهم التعويض نفسه هو أنا مثلا أنا البي لأي معطيه فوق 08 هلأو دقيقة دقيقة هايكتو لأرقام هلا أنت لأ ليش لا لأ 08 معطيه وين شوفتها اوه شento 6 صح اوه هلا البروبيلتيوف بي كومبليمنت مكملة هاي ثلاث عشر متهشفا ناقص البروبيلتيوف بي كومبيمنت حسبناها اللي هي ناقص 0.2 إذن صفعنا 19 ناقص 20 17 أكتر بنفع نحكي الأي كومبليمنت تقاطع البي زائد الأي في حد بي كومبليمنت تساوي واحد وحسبها من حد تاني مرة إذن 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 إيش الأي كومبليمنت تقاطع بي زائد يعني بروبيلتي أو بأي كومبليمنت والتي تقاطع بعدها تقاطع لا بعدها أتحاد البي كومبليمنت ساوي واحد بطلع نفس الجوال بس شو مستفيد من هادة حكي مش هانيش أرضين بدل ما نعمل كل هي الطريقة الطويلة اللي عملناها هادة حد باختصار هي عفكرة نفس منطقة اللي انت حكيته بالأول ما هي قصدي أنا أريح لنماش نصعب الموضوع أنا جابا نكون خفيف الموضوع دكتور فضل اكتبها كتابة تقاطع بي زائد تتبها تقاطع بي زائد ا مش فهمش اصدق اكتب اكتب ايوان اه زائد زائد ا اتحاد بي يساوي واحد ايوان اذا نقدر نعتمدها هاي كقاعدة اطلع على الرسمات تحت بس لحظة بهمش لحظة بس لحظة إذا سمعت الليل هاي اللي انت كتبتها هاي خلينا ارسمها بس لكي يكون امور واضحة مرسومة تحت اطلع على الرسمات تحت دكتور بس انت خليك معاي خليك معاي بهمش شوي ياكوب طول بالك علي شوي زيلا اوكي هاي اسمها ايه هاي اسمها بي قصدي وهاي اسمها ايه صح هاي هلا انا حسب ما بعرفوا وانتو بتعرفوا انو الاي كومليمانت تقاطع البي بطلع عبارة عن البي بدون التقاطع تمام وكمان بعرف انو الاي اتحاد انت اتحاد بي كومليمانت حكيت اللي ايوة اللي هي كلها بدون بي اتحاد البي كومليمانت بطلع كل حكي اللي هون صحيح اتواح هذا الكلام بس معاي معاها اذا كانك عندي معلومة بس اصدق معاي وانك صبرك شوي زيلا اذا انت مستاجر على الحكي صبرا شوي هلا حطينا هاي هيك. مظبوط هيك. هلا هيه. هلا هات بساوي واحد ليش بساوي واحد? لانك انت فعليا فعليا يعني خنقول مغطي كل المنطقة وفيش تكرارات وبالتالي واحد صحيح. ما فيش اي مشكلة. انا وياكم انا وياكم متفقين. هلا شو الفائدة من هاي? وين الفائدة? يعني شو المطبوب? الفائدة انت شو طلبت من السؤال? اللي هو رقم اي. طلبت مني في رقم اي. اوجد اي تفاطع بي صحيح? بدنا اي اتحاد بي كومبليمنت. اي عقوان اي اتحاد بي. تمام? نعم. حتى احنا اصار عنا ايش مجهول واحد. بالنسبة للمعادلة هاي. اصدك 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 اصدك. probability of a اتحاد بي كومبليمنت بتساوي واحد ناقص. probability اي كومبليمنت. هاد معلومة عنا بتساوي عليك. اه طار معلومين ومجهود واحد. طي. طيب وين المشكلة? ايش؟ نفس اللي حكيته انا طب شو اللي حكيته هون شو اللي حكيته انا اللي هون? اه نفسها. اه. او. طب صور. بان شو بارك اصد بارك قصد بارك انه يعني اصد طريقة الفهم الاسياء اهم ايش واحد يفهم شو العلاقة بين الاشياء. ما هو حكي لانك دكتور. نفس اللي حكيته انت اول اشي. طب بارك اصديا اصديا اوكي. وقصد الفكرة شو بدأ وصلها أنا إن الواحد إذا فاهم المبدأ فاهم الفكرة فاهم ليش تعمل هيك ما فيها أي حدبة أقول لك إنه خطأ إنك تدخل على المسألة من جانب أو من جانب آخر أو من جانب مختلف ما فيش أي مشكلة صح بالعكس ممتاز يعني بالعكس أنا هي البدنية تكون فاهم كيف تشتغل وأي أي تحليل صحيح للمسألة راح يوسطك في الآخر نتيجة صحيحة متفيني جود ويرك يعني ممتاز ما فيه أي مشكلة المهم يفهمنا المهم أنا هي البهمني في الآخر يعني أصلي وصلنا لجواب عرفنا كيف نحل السؤال إذا عرفنا خلص أنا ما مفرقش مع أي طريقة تسوكين أكمل في مجال في أي استفسار يعقوب لا شكراً لك دكتور كل إحترامي هو ليهمك أوكي إذن نكمل معنى إذن إتفقنا إنه في أكثر من طريقة ولكن النتيجة يعني اعتمدنا إحنا على الكمليمانت أكثر من إشي تانية لأنه صراحة الكمليمانت بساعدنا في الحل إلا بدنا نروح لأكزامبل 11 ونشوف مع بعض إذا أحاول أحاول أحلل شو الأشياء اللي عندي يعني لو مثلاً حاولت أشوف مثلاً طيب شو هي هاي الـ تقاطب بي؟ آه نفس الفكرة هاي إذن هاي شو بتساوي هاي المنطقة؟ عشرين تفهمنا إنها بتساوي عشرين وش بده A اتحاد بي؟ بده A اتحاد بي؟ إذن probability of A union B حسب ما أنا شايف عندي أقول لك probability of A زائد probability of A complement تقاطب بي بحقق الهدف اللي بديها ليش؟ ليش؟ لأنه بنفس سياستكم قبل اللحظات لما حكيتون عليها إنه هذا الحكي هاي إيه؟ مضبوط والـ B اللي هو الأسود لو إيجينا وطلعنا عليهم منلاحظ إنه فيش إشي بيكرر فيش إشي بتقاطع مع بعضه فيش إشي بتكرر مرتين أو كذا إذن معتم مجموع اللي هو احتمالية المنطقة السودة زائد احتمالية المنطقة الزرقة بيطلع الجواب اللي بدنا إياه وفعلاً بيطلع خمس عشر زائد عشرين بيطلع سبعة عشر هي الجواب اللي بدنا إياه في الآخر بتمنى أن يكون إذا في حد مش فاهم إيش يحكيري بلاش يعني ضلماشين وإحنا مش بالتفقين واضح الأمور دكتور نفسي أسألك سؤال بس مخصوش بالسؤال تفضلي شو بيفيدنا بالحياة الواقعية هاد رحكي هاد رحكي أصدق مش الاحتمالات الاحتمال فهم بس قد هاي التقاطع والاتحاد يعني وانا منستعملهم كمعطيات أو وانا منستغلهم في الحياة نفس جدا النجاعة بالشغل المستقبل هاد نحكي أحكي عن شغلة يعني صار أنت فضون أعرف وانا مستعقق هلا خلني أحكي على سبيل المثال يعني مثلا أن فيك أحد الأمثلة المهمة إنه إحنا بدنا إن نعتبر إنه فينا السادة إسعاف ميح إسعاف مهم طبعا تافي يعني الحياة والموت والمصابين المرضى يكذب سرشوه خلال عشر دقائق محدش بضمن إنه راح توصل الإسعاف خلال عشر دقائق بس بقدر أقول لك شغلة بحسبوا الاحتمالات إنه مثلا الإسعاف الأولى لو تحركت بتاخد مثلا أقول بجوز خمستاشر دقائق بس لما يتحركوا الإسعافين مع بعضيهم بحكي احتماليهم يعني مثلا احتمال توصل 12 دقائق خلنا نقول مثلا نقول خمسين في المية منيح؟ خمسين في المية توصل 12 دقائق الإسعاف الثاني تحركت بدها 15 دقائق إحتمال توصل خلال يعني أربعين في المية من أربعين إحتمال أربعين في المية نتوصل الإسعاف خلال 15 دقائق إذا تحركت الإسعافين مع بعضيهم ساعتها وكانتewن منفصلات عن بعضيهم ما فيleş علاقة بياناتهم ساعتها بضمن إنه خلال عشر دقائق فيه عندي إحتمال بساوي بخلنان خم общين في المية إحتمال إنه الإسعاف tuvصل واحدة منهم خلال عشرين دقيقة ساعتها الإحتمال ما زال منخفض وبالتالي أنا بحاجة لإيجاد مركز إسعاف أقرب لمركز البلد لأنه الإسعافين اللي عندي بتوفرات في المستشفيات لحوالين مركز البلد ما بيخدموا أنه يوصلوا مركز البلد خلال 10 دقائق إلا بالنسبة 20% وبالتالي أنا متطر أني أعمل إسعاف موجود في منطقة أقرب من شان أضمن أنه يوصل الحوالث السير أو غيره في وقت قياسي أكتر فأصدها كيف دي أعرف هاي الواحد هاي دي أعرف هاي الواحد غير بالاحتمالات فأصدها يعني فيم شو أصدي يعني هاي الشغلة هذا جانب طبيعة هذا جانب طبيعة بجوز بالنسبة لنا إحنا كثقافتنا في بلادنا في العادة الإشي مبني على قرار يعني بيكون مثلا فردي مش قرار علمي بس إذا كان علمي لا بده يكون إشي زي هيك بده يكون مبني عليهم وأنا بحكي عن شغلة بسيطة طبيعة وفي أشياء كتير طبيعي تاني في الصناعة مثلا مثلا في المصانع اللي هو شغلة التأمين اللي هو مثلا أول حرائق أو كونتكت كهرباء أو غيره أو كذا نفس الشي بيكونوا حاطين أكتر من وسيل لحماية المصنع من الحرائق مثلا ممكن يكون مثلا بجوز في طفايا في ألارم في مش عارف شوه هذول الأشياء مش كلهم مية في المية بيشتغلوا مضمونات فلازم يكون في نسبة عالية مثلا تسعين في المية أنه يتغلبوا على الحرائق كيف يكون هذا حكي بتحط أنت أكتر من جهاز أكتر من مصدر للمسألة هاي ويكون في لهم نسب معينة تندرسها حسب ما بعطوك إياهم يعني بعرفش مصادر حكي يحسبها هاي النسب حسب الشركة نفسها تعطيك إياها يبدأ تعرف نوالله مثلا في أنه احتمالية يعني آمن هذا الجهاز 95% ولو مش آمن هذا الجهاز 50% مشان يحمي المصنع من الحريق أو من في حالة اللي هو مثلا الطوارئ أو غيره وغيراته طيب هذا الجانب بس على كل أحوال نحاول إحنا يعني بعد فترة نكتشف قديش إحنا بنقدر نبني قراراتنا بشراء أو عدم شراء المنظومة معينة مثلا على هذا الأساس اللي هو الاحتمالات لأنه ما فيش إشي مضمون 100% مرة حكينا عنا في المخادرة إنه بتشجي أنت مثلا سيارة جديدة بطلعوش السيارة جديدة حتى سيارت جين مصنع بطلعوش سيارتين زي بعضيهم بنفس المواصفات بطلع فيه هامش مثلا باستهلاك الوقود بالأمان يعني بظل فيه هامش مختلف بين شغل وشغل فمدام فيه هامش مدام فيه فروق خلال بصير هنا فيه احتمالات بصير سعيدة احنا في المسألة المشتغل فيها حسنا نرى السؤال الثاني بالله نرى السؤال اللي بعدي بركية يكون مفيد بس مش للهندسة بس قد يكون مفيد يعني في التعرف على الاحتمالات كيف تخدمك في أنك تفهمي الواقع اللي موجود بين إيدينا هذا مثال آخر واحد محلو اليوم نرى مع بعضين مثال 12 نرى السؤال الثاني بالنسبة لأن علي سيكون مفيد في بيوستاتيستيكس هو حقا 0.4 إذن في أن علي احتمال يحصل على الدرجة A قديش؟ 40% حسنا 14 عمر سيكون مفيد سيكون مفيد حقا 35% احتمال عمر يحصل على الدرجة A 35% 35% يعني أقل شوية بس يعني تقريب من بعض يوم and because they studied together كونهم درسوا مع بعض the probability that both علي and عمر will get an A is 0.2 شوف علي احتمالية أنه يأخذ A قديش 14 احتمالية عمر يأخذ A قديش 35% بس احتمالية أنه علي وعمر مع بعض شوية مع بعض هاي لكم بالرياضيات شو معنى تهم باللحصة اتحاد لا تقاطع مع بعض مع بعض يعني في نفس الوقت يعني اتنين مش واحد فيهم تمام التقاطع قديش تساوي 20% إذن أنا لخصتلك السؤال اللي فوقت كنت لك يا بالأزرق probability of A 14 probability of O اللي هو عمر يحصل على A 35% احتمال أنه A و B أنا صاري A و O هم تأسف كتب B بس هي أوكي مين نفس الشيء الرمز يعني أما نضعه أحسن زي ما هو عمر يعني أحسن هلا هلا شو بدنا هلا determine the probability يعني حدد قديش أو أوجد الاحتمالية ليش أيضا علي أو عمر والجيت يعني هي تنفع في الانتخابات تعرفوا الانتخابات أنتو بسي في الانتخابات دائما في احتماليات وكذا ومن احتمال يفوز ومن احتمال يفوز يعني بقدروش يستثمع هذه الشغلة لأنه بقدروش يجب معلومات 100% يتطر يشوفوا معلومات احتمالية معلومات احصائية وبالتالي يتطر ياخدو كنسب وباخدو احتمالات سعيدة أنه ولو الحزب الافنائي بحصل على أربع مقاعد هذا الحزب باخد 12 مقاعد هذا باخد 26 مقاعد وهكذا هلا find first the following evidence ايضا علي أو عمر will get an end هاي ايضا يعني إما علي أو عمر تمام يعني يا هاد يا هاد يعني بتعرفوا بجوز هذا أو بجوز هاد بجوز الاثنين ما بعض الأول أو الثاني أو الثاني ما بعض شو معناته اتحاد إذن أنا بالنسبة اللي اللي هو الاتحاد تاه هو اللي بدي لأنه بقول لك ما احتمال أن يحصل علي على ايه أو عمر على ايه أو اتنين يحصل على ايه هاي مية عبارة بتعرفوها منتو أصلا هي شي هي 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 يونيون اليون بقول لك إما الأول أو الثاني أو كلاهما طيب القانون للاتحاد شو كان الاتحاد بتساوي probability of a زائد probability للأو ناقص التقاطع زي ما بده جواد بقول لك مناش تكرر مرتين التقاطع عليهم لأن في الأول موجود وفي الثاني موجود فنطرح واحدة منهم أوكي هو عوض الأرقام اللي عندنا 0.4 زائد 0.35 منس 0.2 طلع إذا احتمالية أن يحصل واحد منهم على الأقل يعني الأول أو الثاني أو الثاني على درجة في المادة هذه قمي هو 55% يعني احتماليا ليس بسيطة لأنه فوق 50% طلع احتمالية أنه واحد فيهم يحصل على في هذه المسألة شوي فهم السؤال المهم يعني متفقين هاتنشوف بي هاتنشوف بي at least one of them will get an a شوي يعني at least one of them حسبنا نفس الشي فوق ايهر علي او عمر will get ا اه بس درسوا الاسم عشان نساعد بزيادة at least سمينا اقول هاي عمر وسمينا هاي اه اذا at least one of them يعني يا عمر يا علي رح يحصل على ايه هيك معناته ممكن اتنين اذا نفس الفكرة اذا probability of a تحدي او اذا probability of a is the probability of o minus probability of a intersection او بتكون هاي اللي هي النتيجة التانية هلا سي علي will get an a but عمر will not get an a لا حول ولا ولا شو هال الانانية هاي الموقع داخل ما لا تنحكي عماما مش نحكي الانية مش الانية هاي ايه وهاي عمر شو حكينا هو في سي شو بتدو ياش حكينا علي will get an a يعني هادا بدنا ا اه علي will get an a بس بدناش عند عمر عند ا بط عمر ولا نط اذا ايه بس صح ولا يعني كنتم نحكي هاي المنطقة اصلا انتو حفظتوها هاي هاي شي هي هاي يعقوب probability of اللي هو ا تقاطع البي complement صح اوكي بسم بس او complement هنا عشان اسمها المجموعة التانية او اذا هاي هي الفكرة اللي بدنا اياها طب كيف بدأ حسبها هلا هاي كيف بدأ حسبها اللي هي عبارة عن probability of a ناقص probability of intersection للي لهم لانه هاي المعلومات اللي معطين اياها في السؤال لو جاءت مثلا صفحتها لو الخلف بل ايها مكتوبة عندي قانون هاي لما نقلنا للطرف التاني وحسبنا بسر شو كذا حسبناها اذا probability of a معروفة هياتها هون وال probability of a intersection اللي هي اصلا معروفة هياتها بترحم من بعض ايها 20% اذا اديش احتمال هيك نفهم السؤال اديش احتمال انه علي فقط هو اللي يحصل على درجة a في امتحان البيو statistics احتماله رح يكون عبارة عن 20% زي ما احنا شايفين قدامنا نمشي اخرى خطوة زيادة في الفرعين الضائلات only one of them will get an a only one of them شو يعني only one of them will get an a شو معنات هاي العبارة هكين هي علي وهي عمر only one of them will get an a يا علي بحصل على a يا عمر بحصل على a بس مش اتنين مع بعض آه معناتو هاي منطقة تانية صارت فكيف بتحسب ها هلا نفهم شو الفكرة only one of them will get an a يعني مش اتنين مع بعض بس يا علي يا عمر فكيف بتحسب هاي المنطقة كيف بتحسب probability تاعتها الشغلة بسيطة المنطقة هاي هي عبارة عن probability لل a تقاطع b والمنطقة هاي عبارة عن probability تقاطع اللي همهياتهم تذكروا هادولا انا بسميها b بس c o يعني مش مشكلة الرمز نفس الشي يعني فكرة a و b احسن مش هم دل حافظينهم هلأ هلأ برجعت هاي مرة طب هي probability of a intersection o complement اللي هي عبارة عن ايش probability of a ناقص التقاطع طيب التانية probability of o minus اللي هو التقاطع هاي معروفة وهاي معروفة هاي معروفة هاي معروفة عوضنهم مش طلع عنا 35% بتلاحظ هون انه النسبة لديش صارت 35% انه at least one of them والget an a كانت 55% فيه حد يظري في السر ليش صغرة شوية احتمالية انه فقط واحد فيهم يحصل على اللي هو ال a وليس زي هزي الحال الاولى انه at least one of them والget an a ليش هون مثلا صار في عنا اقل الاحتمالية اللي الهم لانه استثنين احنا حالة ممكنة اللي هي انه اتنين يحصل على ايه فلما تقيم انت جزء من من المجموعة الحل او جزء من اللي هو اللي عندك بتصغر الاحتمالية الناتجة في الاخر طيب هاتي نشوف ايه هلعب نشوف ايه نرسم بالاسهول عشان نغير اللي هو هذا شو بحكينا هو في ايه none of them will get an a لا حول ولا قوة ايه لا بالله اذا بدوش حدا ياخد ايه 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 ايش none of them will get an a شو يعني هاي يعني كل المنطقة اللي برة هاي هاي هي المطلوبة بس لا الاول ولا الثاني ولا الاول والثاني يعني فأصلي مع الأسف هاي هي المنطقة فمش أصلي مع الأسف يعني مش مني يعني انه ولا حدا يحصل عائلة بالعكس بحب الناس يحصل عائلة طب كيف ممكن أحدد المنطقة الخضرة وكيف ممكن أحسب المنطقة الخضرة مشانا أغشيشكم يعني منطقة اللي بديش إياها اللي هي الصفرة الكل ناقص الاتحاد تبعا أو واحد ناقص الاتحاد ممتاز يعني إذن واحد ناقص الاتحاد بالضبط هيك ممتاز إذن واحد ناقص الاتحاد اللي إيه لهم سأيتها أنت عارف الاتحاد قبل شو حلناها لهياتها شايفينها في بي هياتها هونا هاي إذن إنت بتحكي واحد ناقص الاتحاد يطلعها 45% إذن إن احتمال عدم حصول علي ولا عمر أو حتى اتنين ما بعض عدم احتمال عدم حصولهم على إيه هو قديش 45% يعني نسبة قليلة نسبياً مدام تحت الخمسين لا يوجد احتمال أكبر إنه يحصلوا هم اتنين أو واحد فيهم على الأقل على إيه في هذه الحالة الآن الفرق الأخير لأنه أتموست وونف ذيم والجيت أن إيه أتموست وونف ذيم والجيت أن إيه شو يعني أتموست وونف ذيم والجيت أن إيه آه واحد منهم صح يعني بدنا أقول يعني ممكن ورا حدا منهم صح يعني مش اتنين أتموست صح يعني أصدي مش اتنين صح مش اتنين آه طب خليه بس ليه مش أحاول هيك أنا أفهمها أكثر يعني لو رسمت أنا عساس إني أفهم الفكرة أنا بساها الرسم بيساعدني ليش بفهم منه المنطقة هاي إيه علي وهاي عمر هلو بقول لي أتموست وونوف ذيم أتموست يعني معناته مستحيل التنين يحققوا اللي بدنا إياه صح يعني المنطقة اللي بديش إياها مشان ريح حال في الرسم المنطقة اللي بديش إياها هاي المنطقة إنه اتنين يحصلوا على إيه مزبوط أتموست وون يعني يا بيكون علي يا بيكون عمر يا ولا واحد فيهم هيك معناتها طيب المنطقة اللي خارج الأصفر شه هي هاي المنطقة اللي خارج الأصفر كل واحد مش سامع جواب كير ومنسوي واحد ناقص التقاطع اه هيك مزبوط هلاجوابك او منحكة 35 زائد 45 يساوي الناتج اللي هو 8 بال10 اشي اشي يا 35 زائد 45 الـ تقاطع الـ الو الأصفر هادا اللي هو منجمع هنجمع بحضرنا الـ 45 الـ 45 هل هي الـ الأخضر تمام والأخضر بالضبط والأخضر لفوق اللي هي دائرتين من الطفات البعض اللي هي الأزرق مربع الـ اوكي بسرح بسرح من واحد بسرحة شوية شوية الحكي يعني بسرحة مربك يعني افهم مثلا في السؤال ما كان يشيق السؤال كيف تحل السؤال ساعتها فاهم شو أصلي يا أصلي أنا متفك يعني بجوز أحسن أفكت حسب المعطيات بالضبط ماشي ماشي حسب المعطيات لاينا صحيح بس أنا شو أكترح دائما يعني حاول أولا افهم شو المطلوب ثانيا استفيد من المعطيات اللي عندك صحيح بس أنا بالنسبة لهذا السؤال بالذات شايف أنه واحد ناقص الـ probability of A intersection O سهلة يعني مش مستاهلة ماشي أصلي أجمع أفكار كتير مع بعضيها فبالتالي يعني ما رشنا شايفة السهلة حالة واحد ناقص التقاطع احنا التقاطع مش موجود لنا موجود مش موجود تقاطع اللي بناتهم موجود و هياته اه هياته إذن خلص واحد ناقص وعشرين ثلاثة من عشر وخلص داتست ليه أصلي بجوز عن الشطارة في الصناعة أو في الحياة أنك تحقق الهدف بطريقة نحكي هيك الـ يعني كيف يستطيع الوصول لأحسن نتيجة كل جهد وغلبة ومصاري ومش حالة شو فاوكي على كل أحوال أنا مبسوط اليوم كتير الأمور الميحة صح أنه الموضوع أصعب من الأشياء المرأة تذيك السابقة بس التجاوب كان ممتاز دكتور فضل بس لحظة جوا أحسن بسكرة تسجيل بس لحظة عشان نخلص تسجيل نوقف التسجيل هلا وبعد ما نخلص تسجيل نسمع إذا في أي ملاحظات إلكم